موسيقى تباينت نتائج الدراسات العلمية حول علاقة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومدى تأثيرها على انتشار فيروس كورونا ترى بعض الدراسات ان ارتفاع درجات الحرارة يبطء من انتشار الفيروس بينما تشترط دراسات اخرى اقتران ذلك بالالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية تتسابق جهود العلماء للبحث عن اجابة لفرضية علمية بان ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف يمكن ان يساعد في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد او ربما تقضي عليه بشكل نهائي وحتى هذه اللحظة ليست هناك اجابة قاطعة او دليل شاف بان ارتفاع الحرارة او انخفاضها له تأثير فعال على الفيروس ومنذ ظهوره سجلت اعلى حالات اصابة في الولايات المتحدة واوروبا وكانت المناطق الباردة الاكثر تأثرا به مما دفع البعض الى الاعتقاد بان الدرجات المرتفعة قد تؤثر على وطيرة انتشاره منظمة الصحة العالمية قالت انه لا ينبغي لاعتقاد بان فيروس كورونا موسمي مثل الانفلونزا والزكام يتراجع خلال الصيف الدراسات التي اجريت حتى الان تتوقع ان تكون المناطق المدارية هي الاقل تأثرا بانتشار الفيروس لكنها توقعت ايضا ان يكون موسميا استنادا الى انه فيروس ينتمي الى طائفة من الفيروسات تسمى الفيروسات المغلفة حيث تكون مغطاة بغشاء خارجي دهني يتجمد في الطقس البارد ويحمي الفيروس مشيرة الى ان هذا الغشاء يجعل الفيروسات اكثر تأثرا بالحرارة العالية واشارت الدراسة الى ان الفيروس قد يبقى على قيد الحياة لما يصل الى 72 ساعة على الاسطح الصلبة كالبلاستيك والحديد تحت درجة حرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 40% وانتهى الباحثون الى ان ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة لن يؤدي الى تراجع حالات الاصابة بالفيروس ما لم يقترن ذلك بالاجراءات الاحترازية لمنع انتقاله من شخص لاخر ارحب مجددا بضيف شاشة الغد من بيروت دكتور بيرا بيحنى رئيس قسم الامراض الجرثومية في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي اهلا بك دكتور على شاشاتنا السؤال مباشرة ارتفاع درجات الحرارة تقتل الفيروس يا دكتور او تقلل من انتشاره والحد والسيطرة عليه ام لا اه نعم حسب التقرير يلي حضرتكن بالسيطو هلأ في تضارب بالمعلومات العلمية من من جهة انه هيدا الفيروس يكون بشكل من الفيروسات يلي بتبين بموسم السقعة موسم الشتي مع فيروسات الانفلونزا فمن اكتر شي هلأ بيان بالمناطق يلي هي بردة وجافة اكتر عدد اصابات كان هونيك فمن هيك متأمل انه لما تقس الحار يصير بمعظم المناطق انه يخف انتقال الفيروس وتخف حته للفيروس طيب لماذا لا توجد جابة قاطعة دكتور بير يعني جامعة ادنبرا ذكرت كما ذكرت انت الان الفيروس يفضل تقسي البارد والجاف يبتعد تماما عن مسألة المنطقة الراطبة او الحار اما جامعة يوتف في الولايات المتحدة الامريكية تقوم الان هذه الايام باختبار الفيروس على درجات حرارة متباينة ولكن لا اجابة قاطعة دكتور بير لماذا هذا التردد العلمي ان صحت الكلمة نعم لانه فيروس جديد لانه فيروس بيان هلأ بس بشهر ديسمبر فنحن ما بنعرف اذا رح بيكون موسمة ببداية هلأ يمكن بعد سنة سنتين يصبح فيروس موسمة وهيدا الارجح بس هلأ علينا انه ننتظر لانه فيروس جديد البشر مش معوادين عليه فيمكن ما يتفاعل مثل بقية الفيروسات الشبيهة لالو ويدلوا ينتقل بالطأس الحار بس كلنا متعاملين يعني لا تنطمق عليه دكتور بير المعلومات العلمية المعروفة يعني الفيروس هو نيوكليك أسد وعليه طبقة بروتينية البروتين كوت وعليها ليبيد منبرين أو هذا الغشاء الدهني إن صحت الكلمة وبينتوءات هي التي تمثل رأس التاج الكراون ولهذا هو من هذه العائلة نعم هذه الطبقة ألا تذوب إن صحت الكلمة علميا مع درجات الحرارة المرتفعة أو العالية؟ نعم يعني هذه الفرضيات العلمية اللي بتقول إنه من هيك رح بيخف بس حقيقة لا نعرف يعني يجب أن ننتظر ومشوف شو حيصير هلأ بس يعني تحسبا إنه يمكن يخف بالصيف بس معقولي كمان يرجع يعمل لما الطأس يرجع للسكوعة لازم يكونوا محضرين لازم يكونوا مستعدين وأكتر شي متأملين أنه يكون فيه لقاح لأله ويطلق علاجات شي فيه لأله لهالوقت لازم نحن نلزم منازلنا وننتبه من الاحتكاك المباشر مع العالم نتجنب الاحتكاك المباشر حتى ما يصير فيه انتشار واسع بما نطقنا طيب يا دكتور بيير يعني يقل عليها بالعربية التحور الميوتيشن للفيروس هل وارد مع كورونا أم لا؟ سواء مع درجات الحرارة المرتفعة أو حتى مع طرق المقاومة والمجابهة في العالم بأسر القضاء على هذا الفيروس هيدا الفيروس هو فيروس RNA وهيدا فيروس RNA معروفين بالتحول نعم أنه أكيد حيتحول هلأ قديش تحوله وإن شاء الله يكون تحول نحو الأحصن يعني بس ظاهر أنه لهلأ مصر فيها التحول الكبير بالفيروس بس أني فيروسات RNA معروفين أنه بيقدر على التحول السريع طيب منظمة الصحة العالمية دكتور بير بتقول أنه لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي لاعتقاد بأن فيروس كورونا المستجد موسمي كالإنفلوانزا والزوكام بيترجع خلال الصيف هذا إقرار أمر واقع أنه لن يموت بدرجات الحرارة المرتفعة أو حتى تقل حدته هذا دعوة للحذر هذا دعوة للحذر وهذا الحذر واجب هنا ولازم نعمل أنه الفيروس ما رح يتغير بالصيف وأنا أمل أنه يتغير بس لازم يكون استعدادنا نحنا واستعداد دولنا أنه يكونوا مستعدين أن يمكن هالفيروس بفصل الصيف يضلوا بهالانتقال الأوي ويضلوا بهالحدة لكن في دراسة في جامعة هارفرد يا دكتور بير في دراسة علمية أكدت وجود بعض حالات الإصابات وظهرت في بعض المناطق الدافئة نعم أكيد أكيد في كل بلدين العالم تقريباً في حالات الفيروس وكمان في حالات حادة عنده بس معظم الحالات ومعظم الأوبئة بيّن بالمناطق يلي حرارة واتية وقليلة الرطوبة لهلا طيب يا دكتور أنت في مستشفى هذا يدعونا إلى الأمل طبعاً طبعاً الأمل لابد أن يكون موجود طول الوقت أنت في مستشفى حكومي يا دكتور بير كيف تسير الأمور فيه كيف تستقبل الحالات كيف تم التعامل معها كيف تم امتصاص حالة الهلع والخوف التي انتشرت بين الصفوف المواطنين ليس فقط في المنطقة العربية في العالم بأسرع دكتور نعم نحن بلبنين تخطط الحالات حوالي 500 حالة معظم الحالات هنا فوق 80% من الحالات هنا حالات خفيفة أو متوسطة هؤلين متأمل أن يكون تشافيهم سريع وفي حالات قليلية نسبة قليل عم بيحتاجوا عناية فاقة منهم عم بيحتاجوا لتنفس اصطناعي نحن بمستشفينا الطاكم الطبي والتمريدي والعملين تدربوا الاهتمام بهيك حالات وكمين مستشفينا نحن مفصولي لمستشفيتين مستشفى تهتم بأمراض الكورونا ومستشفى بعضنا عم تهتم بالمرضى العاديين بس منفصله كليا كطاكم وعن بقية المستشفى فالوضع عنا الهلأ مضبوط بالبلد بعض الوضع مضبوط وكمان صار في حجر طلبة من العالم التزام بالمنازل وهذا الشي عم بيساعد بعدم تكسر الحالات المواطنين اللبنانيين نعم 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 التزام مضبوطة هذه الايام يعني انا اشعر انه هاليومين ثلاثة صار فيه التزام احسن من قبل بس عنا بس عنا اسبوعين صعبين تنشوف الحالات كيف يحتتطور ومتأمل يكون في نتيجة ايجابية لهالحظر وعدم احتكاك الناس مع بعضه بالاسابيع القادمة طيب دكتور بير ربما سمعت رئيس الامريكي وبعض الاطباء من باريس يتحدثون عن الدواء هيدروكسيكلوروكين او هذا العقار الذي يستخدم في علاج الملاريا والتهاب المفاصل هل بدأ احد في استخدامه في بيروت او في لبنان هل وصفه هل تتم عليه بعض الدراسات العلمية نعم بلبنان يعني متل ما معظم الدول لانه ما في علاج لهيدا الفيروس بدأ استعماله لها العلاج للحالات المتوسطة والمتقدمة على نطب حكومي كل المستشفيات الحكومي والخاص بلش استعماله بس كمان احنا طلبنا انه ننضم للدراسات العلمية اللي عم بتقوم فيها مرسمة صحة العالمية يلي عم بتجرب هيدا الدواء عم بتجرب كمان ادوية تانية لانه المهم انه اذا استعملنا هالدواء نعرف بنهاية المطافة هل هو يشتغل او ما اشتغل فهيدي شغلة كتير مهمة حتى اذا اشتغل وقلو منافع فالكل يستعملوا لانه دراسات الحالية دراسات مشجعة بس بعدها دراسات صغيرة ما بتأكد اذا هالدواء فعال او عدم فعال حتى مع اثاره السلبية كان هناك له اثار ومعروفة معلومة سلفا على نطاق العلمي والطبي سواء على كبار السن او على القلب او حتى على السيدات الحوامل او غيرهم نعم نعم اكيد اكيد لما يعطى هذا العلاج لازم يعطى تحت اشريف طبي ينعمل تخطيط للقلب نتأكد الشخص ما عنده مشاكل بالقلب يلي بتمنعوا انه ياخد هيدا العلاج لازم يكون تحت اشريف طبي وصار في حالات انه اشخاص بدون اشريف طبي اخدوا هالعلاج وقدت لحالات وفاة يعني عم نسمع هالتقارير بهالأيام فهيدي اشياء دقيقة وبعدها الدراسات اللي بيّنت انه فعال مششعة بس بعدها كتير صغيرة فحيقتها بعدنا ما بنعرف ازاي حيعمو يشتغل او ما رح يشتغل الدور طيب فكتير مهم انه ينعطى ضمن بروتوكول دراسة جيد طيب ان شاء الله الارقام ما تزيد بلبنان وبغيرها من البلدان في العالم لكن طمنا دكتور بيير على عدد الاسر عدد الاجهزة المتعلقة بالتشخيص عدد الاجهزة المتعلقة بالتنفس الاصطناعي الى اي درجة هناك حالة طمأنة لدى المواطن في لبنان او حتى لدى الحكومة وزارة الصحة اللبنانية نعم نحن بحالة بحالة حذر يعني اذا صار في انتشار سريع للفيروس بالبلد لا سمح الله وزيدت الحالات بقوة وزيدت عدد الحالات اللي بيحاجي لعينية ساعتها لا سمح الله اكيد ما رح يكون في عنا السر بالعينية كافية او جهاز استناعي كافية لكل المرضى فمن هيك تخفيف الاعداد هلأ حتى ما يصير في انتشار واسع هاي دي شغلة كتير مهمة بالوضع الحالي مستشفياتنا عم تستعد بالاضافة للمستشفى رفيق الحرير الجامعي لاستقبل هالمرضى وكمان هلأ بلشتخف موسم الانفلونزا فيحصير في محلات اكتر بالعينية لاستقبل المرضى اذا احتجنا فالوضع الهلأ مضبوط جدا بس عنا اسبوعين باعتقد خايفين يكونوا اسبوعين صعبين وكريتكال ومنشوف شو بيجد طيب هناك بعض البلاد يا دكتور بير ربما استقبلت وفد طبي من الصين بتأكيد الصين لها تجربة في التعامل مع فيروس كورونا هل لبنان سوف تستقبل وفدا طبيا علميا صينيا ام لا على غرار مثلا العراق هنا نتحدث مع مرسلنا صعب الفتاوي منذ قليل عن وفد صيني وصل بالفعل الى الاراضي العراقية في اربيل حد علمي ما في وفد صيني بس اسبوع الماضي من خلال وزارة الصحة اللبنانية كان في مثل مؤتمر مع زملاء لقنا بالصين يلي اشرفوا على علاج المرضى واعطونا من خبرتون وهيذا وهيذا كان مثل وابكول مع عدة دول العربية وتشاورنا بخبرتون وعطونا نصايح وشو العلاجات اللي استعملوها وشو النتيجة اللي كانت عندون وكيف كامل عم يتم التشخيص كمان طيب علميا يا دكتور لا اعلم اذا كانت هذه شائعة ام ربما نقطة علمية تستحق الدراسة مسألة التطعيم للدرن من طعم ضد الدرن لن يصاب بفيروس كورونا هل هذه المعلومة لها اي درجة من درجة الصحة العلمية او الطبية دكتور تقصد بي سي جي كرميل السل نعم مضبوط بي سي جي كرميل نعم هذي تقارير اولية جدا يعني فيه تقارير اولية جدا بتقول انه البي سي جي معقول انه يساهم بعلاج الكورونا بس هذي اولية هذي تقارير اولية جدا والارجح ما يكون له نتائج ايجابية يعني يعني صارت الناس حتى تنتسال عن الشامة في الكتف يا دكتور اذا كانت موجودة فانت تم تطعيمك ضد الدرن فبتالي لا قلق عليك من الفيروس كورونا لا اعلم اذا كانت هذه معلومة علمية ام لا يا دكتور لا بس مثلا في دولة مثل فرنسا كانوا يطعموا ضد الدرن لحد من كم سنة بس يعني معظم الفرنسيين متعامين ضد الدرن والانتشار بفرنسا هو انتشار واسع كما نعرف طبعا على حال شكرا جزيلا ضيفنا من بيروت دكتور رابير ابي حنى رئيس قسم الامراض الجرثومية في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي اشكرك دكتور على كل ما تفضلت به نتابع الآن خريطة خاصة بآخر التحديثات فيما يتعلق بأرقام الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حاولنا معكم مشاهدين الاجابة على تساؤل كثيرين هل ارتفاع درجات الحرارة تقتل الفيروس كورونا المستجد او حتى تقلل من السيطرة والحد منه ام لا يبدو ان الاجابة علمية ما زالت معلقة انتهى حوارنا وانتهت نشرة الاخبار في امال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة